هو النهاردة البنك الدولي بيحذر من التراجع المتواصل في الدعم للدول الأكتر فقرة مشاكل بتخلف صراعات بتخلف فقر الدول الفقيرة ما بدرش يتسدد فالبنك الدولي بيقول النهاردة يعني الدعم اللي بيقدم للدول الفقيرة يعني أصبح شحيحا وقليلا لأنه الكل في الهوى سوا ستاندرد أنتبورز قالوا نتوقع زيادة التعثر في سداد الديون السيادية العقد المقبل يعني العشر سنة جايين شايفين أنه في دول هتتعثر في سداد مديونياتها السيادية دوتش فيلا قالت أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار حال تفاقم أسراع بالشرق الأوسط أنا بس ليه بقول جملة الأخبار دي اللي هو المناطق التوتر وتأثيرها على الاقتصاد عشان نبقى عارفين علشان نبقى فاهمين علشان نبقى مستعدين علشان نبقى مطالعين على اللي بيحصل حوالينا لما الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربع اللي فات قال يعني خلينا واخدين بالنا ونستعد قالت كلمة اقتصاد حرب بالدنيا قامت على الراجل آه وكأنه الدكتور مصطفى نطقة بكلمة الكفر يا جماعة احنا قلنا احنا فيه اختيارية اما الراجل يقف قدام الناس ويقول أكاذيب مريحة نضحق على بعض كلنا يعني والدكتور مصطفى يطلع يضحك ويقول لك دينا تمام ومية مية وان شاء الله تمام ويفكرني بقصص قديمة يعني لمسؤولين قدامة وكل حاجة أحسن من كده مفيش وليس في الإمكان أبدع مكان ونتحق على بعض ممكن تعدي يا إما أقول لك حقائق حتى لو كانت مزعجة ويا بغت من بكاني وبك علي لأن الدكتور مصطفى مش هو اللي صمع الأزمات اللي في الإقليم ومش هو اللي صمع هو بيحذر بيقول يا جماعة خلينا منتبهين خد بالك خد بالك على بلدك خد بالك على وطنك قد نلجأ إلى أن يكون اقتصادنا اقتصاد حرب المحيد كله ملتهم مشتعل ورغم ذلك بنشتغل والنهاردة كان معنا المشارح المصاني هو بيقول النهاردة اجتماع فيه إيجابيات وفيه كذا وفيه كذا شغالين في كل اتجاهات فلما أقول الكلمة زي أمسك فيه خلاص أمسك في الكلمة وأمعد أعمل فيها أفلام وأعمل كذا وأعمل كذا الكلام اللي قاله اليوم الأربع الدكتور مصطفى مدبولي عن احتمالية اقتصاد حرب بيحذر بينبه بيقول لك خد بالك النهاردة هو قدام حضرتك حصل فيه مضيق تايوان أزمة فيه البحر الأسود حرب فيه البحر الأحمر فيه حرب فيه مشكلة فيه إيران ممكن تؤثر على مضيق أرمز العالم فيه أزمة يا جماعة ودي البنوك الدولية والصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتقاري الدولي والتقاري الدولية بتقول انه العقد القادم صعب وفيه دول مش يطور تسند احنا لما جا أقول من دلوقتي ان فيه أزمة قدام بستعد صمود الدول والنهاردة الرئيس كان بيتكلم على صمود المواطن صمود الأمة صمود الأسرة احنا بنجهز نفسنا للأسوأ ويا رب ما ييجي احنا بنجهز نفسنا للأسوأ ويا رب ما ييجي اسوأ جاهز للاسوأ هو انا ما بكون جاهز للسيول ومخارات السيول وبعملها ومجاتش هزعل هو الحمد لله بركة يا رب فاحنا ما نزعلش من يقولنا الكلام يا بخت من بكاني وبك عليه عموما